السبعة الخير عليكم مرحبا بكم معي على قناتي وقناتكم ايفا لوكس دي زاد اليوم جيتكم بوصفة رائعة جدا 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 لانبات الشعر سواء شعر الرأس او اللحية من الجذور حتى ولو كانت هاد المنطقة هذي يعني راح منها الشعر او اختفى منها الشعر ما بقاش ينبت فيها الشعر هاد الوصفة هذي راح تعاود تحيي المنطقة وتعاود تنبت البصيرات وتحيي البصيرات لانبات الشعر من جديد مجربة واكيدة وما كانش اللي جربها وما نجحش فيها فقط يا لبنات اذا كنتوا ما زال ما اشتركتوش في القناة نتمنى انكم تشتركوا ما تفوتوا عليكم حتى وصفة ايضا دعم جامل للفيديو وبختاج لماكسيموم لتعم الفائدة راح نعطيكم اليوم تلت وصفات مختلفة بمكون واحد وانتو استعملوا بالطريقة اللي اتناسبكم المكون اللي راح نحكي عليه اليوم هو الكركادي الكركادي او زهور الكركادي او اوراق الكركادي معروفة بهذا الاسم هذا عند جميع العطارين شرق غرب البلاد العربية يعني اي منطقة عربية معروفة عند العطارين باسم الكركادي ناخد كمية كمية حفنة من الكركادي وراح نرحيها رحي دقيق جدا يعني رحي تام بعدها في اينار ناخد يعني رح نعطيكم الوصفة الاولى رح ناخد ملعقة من هذي الكركادي المرحي رح نضيف له عصير البصل مما نعصير البصل معنا ناخد حبة بصل احمر حبة دلو يكون احمر لانه فعاليته سريعة رح ناخد حبة بصل احمر رح نرحيها في رحيوة اليد رحيوة اليدوية في العيون الدقيقة وعيون الصغيرة رح نحاول اني نرحيها في رحيوة الصغيرة بعدها نصفيها هذا البصل هذا نحاول اني نعصره سواء في شاش طبي او هكذا بيدي او في مصفات ونستخرج الماء انتاعه هذك الماء رح نخلطه مع ملعقة الكركادي المرحي وراح نطبقها فقط على المنطقة التي لا ينمو فيها الشعر يعني بين قوسين منطقة الصلعاء سواء في اللحية او في الشعر اما اذا كان عندك شعر يعني خفيف ومشي الرأس انتاعك يعني ما فيهش شعر كثيف شعر خفيف خصوصا في المقدمة اهنا ممكن انكم تطبقوها على كامل الشعر ولكن فقط في الجذور يعني فقط على الفروة ما نستعملوها كامل الشعر هكذا ما رحش نسبغوه ما نشحبين نسبغو الشعر اما اذا كنتوا حابين تحصلوا على لون جميل تاع الكركادي ممكن انه انتبقوها على الشعر كله هذي الوصفة الاولى انتبقوها مرتين اسبوعيا للحياء اذا كنا نحبو انتحصلوا على نتائج سريعة اما بالنسبة للشعر الرأس انا مننصحش بغسله او تعرضه للماء يعني مرتين في الاسبوع هذا ايضا راه مضر لي على هذا انا ننصح بتطبيق هذ الوصفة مرة اسبوعيا والغسل بشامبو للاطفال وهذا امر ضروري الوصفة الثانية او الخلطة الثانية فرح ناخد ملعقة من الكركادي او بودرة الكركادي راح نوضحها في ايناء ورح نضيف لها نفس المقدار من الزبادي الخالي من السكر يعني الزبادي الطبيعي او اليارت الطبيعي او اليارت الطبيعي او اليارت يتوفر اللبن الرايب يعني ممكن حتى نستعملوا اللبن الرايب راه رائع جدا تطبيق هذ الوصفات سواء الوصفة الاولى او هذي او الوصفة التالية راح يكون على فروة الرأس وهي جافة يعني ما راح نبلو الشرط تعنا وحبة ذاله كان عملوا دلق خفيف لفروة الرأس لترشيط الدورة الدموية وتسهلنا عملية الامتصاص هكذا نتائج تعنا راح تكون سريعة راح ننخلطوا ملعقة من الكركادي بودرة الكركادي مع ملعقة من الزبادي او ملعقة من اليارت الطبيعي او ملعقة من اللبن الرايب راح نخلطها جيدا ورح نطبقها ايضا على فروة الرأس يعني الوقت اللي راح نخلي فيه هذ الوصفات هذو راح يكون لمدة خمسة وثلاثين دقيقة يعني نصف ساعة وشوية يعني خمسة دقائق فوق النصف ساعة هذي كاقصى حد ما نخلوهاش اكتر من هذ المدة وما نخلوهاش اقل من ربع ساعة هكذا راح تاخد خصوصا اذا ادلقنا الفروة الرأس ونشطنا الدورة الدموية في فروة الرأس راح نطبقوها نغلفو رأسنا بكيس بلاستيكي سواء في جميع الحالات راح نغلفوه بكيس بلاستيكي بعدها نحطوه نوضعو فوطة ساخنة يعني فوطة كنا سخناها في ماء ساخن او اه غسلناها بماء ساخن ونوضعوها فوق الكيس البلاستيكي هكذا راح تسرعنا عملية الامتصاص وعملية وفعالية الوصفه هكذا ما راح تاخدنا وقت طويل في تطبيق الوصفه راح نستعملوها مرة اسبوعيا ايضا لمدة شهر النتائج راح تشوفوها يعني مدة شهر معناها اربع تطبيقات لمدة شهر راح تشوفو انبات البصيلات او شعر خفيف في تلك المنطقة الوصفه الثالثة نفس الاناء نوضعو فيه ملعقة من الكركادي المرحي وراح نضيف له ملعقة من المايوناز لماذا المايوناز لي ان المايوناز بحداتها خصوص اذا كانت soit any around thun او مايوناز في السيبولات بحدات او هادو اعدان limb thun بحداتها راح موجود فيها الزيت موجود فيها حتى الزيت النباتي ميليح للشعر موجود فيها thun وموجود فيها بيض اذا حبيتو اؤنكم تستغنوا عليها و تحضروا الخلطة في البيت سيكون افضل و افضل يعني راح ناخد ملعقة تعل الكركا دي راح نضيف لها حبة بيت كاملة راح نضيف لها سنة توم محكوك يعني مرحي هكذا راح نضيف لها ملعقة من زيت الزيتون او ملعقة من زيت زيت النباتي العادي جدا لزيت الدورة او زيت عباد الشمس راح يكون ايضا رائع بالنسبة الفروة الرأس هنخلط هاد المكونات مع بعض ونطبقها ايضا على فروة الرأس الجافة المدلوكة و المنشطة الصديق و نفركها هكذا بصباعي بعدها راح نوضع عليها كيس نوضع الفوطة الساخنة و نخليها 35 دقيقة كاقصى حد و بعدها نخسل شعري بشامبو خاص بالاطفال نطبقها مرة في الأسبوع او نطبقها على اللحية مرتين الى ثلاث مرات أسبوعيا ما تضرش وايضا الكركادية ما راحش يسبغلي اللحية منطقة اللحية لانه انا نخسل وجهي يوميا على هذا ما راحش يقطر على ما راحش يعطيني اللون ما راحش يعطي ما راحش يطرك اترتع اللون طبقوا هاد الوصفات يا لبنات صدقوني وصفات مجربة وصفات سحرية مكنش اللي يجربها و ما نشحتش معها ان شاء الله كامل تنجح معاكم ما تنسوش يا لبنات اشتراك في القناة جاملة فيديو ايضا باختاج له ماكسيموم تعمل فائدة و ناخدو الاجر اجمعين نطلقاكم ان شاء الله في فيديو اخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة